في كتابنا الصاني يهوديان حول الإسلام لنبيل فياض نقرأ الذي نعتقد أنه كان الفاروق عمر بن الخطاب يشاركنا في هذا الرأي الباحثان مايكل كوك وباتريشيا كرونة إضافة إلى الموسوعة اليهودية والتقليد اليهودي يعتبر عمر حاكما خيرا والمدراش تستروت أسرار دراف شمع باريوحاي يشير إليه بصديق إسرائيل أو عاشق إسرائيل الموسوعة اليهودية كما لاحظنا وأشرنا تقول دون أدنى تردد أن المقصود بالملك الثاني من إسماعيل حبيب أو صديق إسرائيل هو عمر بن الخطاب فهذه مدائحهم لعمر وهذا حبهم له يا ترى كيف هو موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وآله في تراثهم نفسه هذا كنبي يقيمه الله عليهم بحسب إرادته هذا في نص ألونيك للأسرار وفي الملوك العشرة يعني في نص الملوك العشرة لا توجد إشارة لا إلى الله ولا إلى النبي وصورة محمد ذاته تبدو مشوشة مع صور الخلفاء الأوائل أما في الصلاة أي في كتاب الصلاة اليهودي فيزداد تبدو الوهم إذ يصبح محمد وناقل الكفر ليس بكافر إذ يصبح محمد نبيا مجنونا ورجلا ممسوسا يعني ممسوس من الشيطان تمتلكه روح وهذه العبارة التي من المحتمل أن تكون تلميحا لما ورد في سفر يوشا وهو ليعلم إسرائيل أن النبي غبي ورجل الروح مجنون هذه العبارة أصبحت مع مرور الزمن التسمية التي اعتاد المجادلون اليهود ضد الإسلام إطلاقها على محمد صلى الله عليه وآله إذن لاحظوا أن موقفهم من محمد صلى الله عليه وآله كان في تلك العهود الأولى مع بدايات الإسلام أنه والعياذ بالله مجنون ممسوس تمتلكه روح شيطانية فهو إذن مكروه عند اليهود صلى الله عليه وآله مكروه في المقابل عمر بن الخطاب محبوب كذلك نقرأ في كتاب الإسلام المبكر في أربعة نصوص يهودية لنبي الفياض نبي الفياض أيضا ترجم أربعة نصوص يهودية قديمة ضم نصين إلى النصين السابقين حتى يستطلع ونستطلع معه مواقف اليهود الذين كانوا معاصرين لعهد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جاء بعده يعني في بواكير الإسلام أول ما كتبه اليهود عن الإسلام ماذا قالوا يقول إذا ما جمعنا شواهد من وثائق مختلفة فسوف نصل إلى نتيجة صريحة مفادها في اعتقادنا أن المقصود بالملك الأول في الصلاة يعني في كتاب الصلاة هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله فهنالك نص هام للغاية يدعى عقيدة يعقوب وهو عبارة عن رسالة معادية لليهود سببها للطهاد الهرقلي تأخذ شكل حوار بين اليهود عام ستمائة وأربعة وثلاثين للميلاد وربما أنها كتبت في فلسطين قبل ذلك الموعد أو بعده بقليل وفي إحدى النقاط من ذلك النص يشار إلى حوادث كانت تجري آنذاك في فلسطين على شكل رسالة من يهودي فلسطيني اسمه إبراهيم ماذا كتب هناك؟ لاحظوا هذا النص كتب لقد ظهر نبي كاذب يا ذنب الله بين السرسنيين أي المسلمين الظهر كانوا المكتوب عندي سرسنيين ما أدري هاي سرسنيين شنو سرسنيين سرسنيين ما أدري كيف ضبط هذه الكلمة بس هو وضع بين قوسين المسلمين يعني المراد المراد المسلمون لقد ظهر نبي كاذب بين السرسنيين المسلمين إنهم يقولون إن النبي الذي ظهر مقبل مع السرسنيين وهو يعلن عن قدوم الممسوح الذي يأتي وأخبرني أولئك الذين التقوه الذين التقوا النبي حسب زعم هذا اليهود المعاصر للنبي صلى الله عليه وآله من أقدم الكتابات عن النبي والإسلام هذه الكتابة يقول أخبرني أولئك الذين التقوه ليس ثمة حقيقة يمكن أن توجد عند النبي المزعوم سوى إراقة الدماء سوى إراقة الدماء أما ما يقوله حول امتلاكه لمفاتيح الجنة فهو أمر غير قابل للتصديق ثم يعلق صاحب هذا المؤلف يقول حديث النص السابق حول امتلاك النبي لمفاتيح الجنة يدعمه نص آخر متضمن في قسم بيزنطي بالتنكر للإسلام يقول إني ألعن عقيدة السرسنيين السرية ووعد موامد موامد يعني محمد صلى الله عليه وآله بأنه سيكون حارس بوابة الجنة يقول يعني ألعن والعياذ بالله هذه العقيدة والاعتقاد بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو حارس باب الجنة أو بوابة الجنة فكما ترى كتابات يهودية في بواكير الإسلام مشحونة بالعداء لرسول الله صلى الله عليه وآله والسب له والافتراء عليه والكره والبغض في المقابل نفس هذه الكتابات في تلك الحقبة تمجد بعمر تمجيدا عظيما وغريبا واستثنائيا ترجمة نانسي قنقر